السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء لكل المراحل اليوم اوضح لكم موضوع الماضي البسيط اللي اسمه بالانجليزي Past Simple Tense طبعا Past معناها ماضي Simple بسيط Tense زمن هذا الموضوع يفيد كل المراحل ابتدائي متوسط اعدادي لحد الصف السادس الاعدادي اريد من الطالب ينتبه ويايا على هذه الجملة وطريقة تحويلها من جملة مثبتة الى جملة بزمن الماضي المثبت ايضا يعني جملة اعتيادية تتحول الى جملة بالزمن الماضي الجملة الاعتيادية بالانجليزي تبدأ بالSubject اللي اقصد بالفاعل طبعا وضروري طلابنا العزاء تعرفون اسم القاعدة بالانجليزي يعني الSubject الفاعل الVerbal فعل Object مفعول به والComplement تكمله انت طالب علم لازم هذه المعلومات تكون موجودة عندك فالفاعل بالانجليزي يتصدر جملة اللغة الانجليزية حتى تتكون عندك جملة ماضي هذا الفاعل باقي المفعول به والتكملة باقية شغلك وين هيصير شغلك يصير فقط على الفعل هنا شوف انا من نزلت هذه الجملة الاسفل ما نزلت الباقي بقيته هذي من بقيته فراغ معناه انت ما تغيره يبقى كما هو الObject والComplement ما تغيره بقيه شون اللي تغيره تغير الفعل شون تغيره تغيره بإضافة حرف D أو الحرفين إلى نهايته من تضيفون أو إلى نهاية الفعل يتحول الفعل إلى فعل بزمن الماضي طبعا هاي هنا نتكلم عن الأفعال القياسية اللي تتقبل الحرفين دي والإيدي ومو أنت تختار طلابنا الأعزاء وانتم اللي تختارون الإضافة ما تتدي والإيدي اعتباطا أكو قانون لإضافة الدي والإيدي قواعد للغة الإنجليزية كيف تتم إضافة الدي والإيدي وأكو حلقة خاصة إلها على قناتي الإضافات إذن بإضافة الدي والإيدي للفعل تحول الفعل إلى فعل بزمن الماضي فإذا تحول الفعل بالماضي تحولت الجملة كلها إلى زمن الماضي خلص جملة كلها تحولت للماضي فقط أنت أجريت تغيير على الفعل إما الأفعال الغير قياسية الشاذة كلكم تعرفون أنه أفعال قياسية شاذة لا يضاف لها الدي والإيدي وإنما الفعل أصلاً يغير إما كل الفعل أو يغير حرف أو حرفين من الفعل يتحول إلى ماضي الشاذ الآن أقدم لكم أمثلة شي clean hair room last night شي بمعنى هي clean تنظف hair room غرفتها last night الليلة الماضية حتى تتكون هذه الجملة تتحول العفو إلى جملة بزمن الماضي هذه شوفوا بالامتحانات الفاعل نزلوا كما هو ما يتبقى من الجملة لحد النقطة نزلوا شن التغيير اللي تقدموا أنتو إضافة E D غفنا حرفين E D للفعل حولت الفعل المجرد إلى فعل بزمن الماضي فإذا تنزلون كل الجملة حتى سي رأتكم شي cleaned her room last night بمعنى هي نظفت غرفتها الليلة الماضية يعني ذن الحرفين الإيدي اللي ضفتوهن للفعل حولوا الفعل المجرد إلى ماضي وبهذا تحولت الجملة كلها لمعنى الماضي هي نظفت وليست نظف هي نظفت بالزمن الماضي مثال آخر آي وولك أنا تمشيت هذي يعني وولك بمعنى أمشي تسكول إلى المدرسة يسر دي البارحة آني رحت للمدرسة مشيت للمدرسة حتى تتحول إلى جملة بالماضية شوفوا آني خليتها فراغات هذا المكان بمعنى أنه هذا بالامتحان نزلوه كما هو عملكم وين يصير شغلكم من يصير طلابنا على الفعل فقط اللي بين يعني بين الأقواص شنو الطريقة اللي تسووها إضافة الحرفين إي دي للفعل حول الفعل إلى ماضي أنا مشيت للمدرسة البارحة هذي يصير معناها هالشكل لأن الفعل أمشي أو يمشي أو تمشي بالنسبة للمؤنث الإنسان هذا يعني اللي دا أمشي للمدرسة أو هي أو هو إذا أصدفنا الإيدي للفعل تحولت إلى مشى مشى للمدرسة سارة للمدرسة بهاي الحالة تحول الفعل للماضي حول كل الجملة للماضي غير كل معناها للماضي طبعا بالإضافة إلى أنه عندكم الظرف يحتم عليكم أنه تحول للماضي لكن أنا الآن مارد أتكلم عن الظروف لأن عندنا عندي حلقة كاملة على قناتي لزمن الماضي البسيط موجودة بكل الظروف وإذا الظروف هذه كانت موجودة بالجملة تعتمدوها بتحويل الفعل وتصحيح للماضي لكن الآن أنا أريد أتكلم فقط عن الفعل حصرا طريقة تحويل للماضي في مثال آخر هو أنهى واجبة البيتي من لحظة السابقة طبعا اللحظة السابقة أو الماضية هذه من الظروف الدالة على زمن الماضي البسيط يعني لو منطيكم بالأخير صحح الفعل الطريقة اللي لازم تصححون بها الفعل إنه تحولوا للماضي السبب إنه وجدنا ظروف دال على الماضي نهاية الجملة موضوعنا إحنا قلنا حصرا على الفعل طريقة التحويل الفاعل نزله ما يتبقى من الجملة كله نزله شغلكم وين حيصير عملكم وين حيصير فقط على الفعل finish أفعال قياسية تضاف لها ed الحرفين ed يحول الفعل المضارع إلى الماضي أصبحت هو أنهى هو أنهى أكمل واجب البيتي من اللحظة ماضية حولنا الفعل إلى الماضي بهذه الحرفين تحولت كل الجملة للماضي في مثال آخر من فترة طويلة مضت حتى نصحح الفعل هذا اللي موجود بين قوسيان لأتكم قاعدة بإضافة d وال ed الأفعال المنتهية بحرف e نضيف لها فقط حرف d أما الأفعال السابقة ضفنا لها كلها ed هذا finish ed ولكلين ed لكن الفعل المنتهي بالحرف e ما يصير تضيفون بعد ed وتصير أتكم مكررة e e خطأ تضيفون فقط للفعل حرف d إذن بإضافة d أصبح my father loved my father والدي عاش عاش ونكمل معنى جملة تحولت الجملة إلى جملة بالزمن الماضي في المثالين الأخيرين فاطمة هذه اسم فتاة فاطمة like تحب reading stories تقرأ القصص حتى تتحول الجملة إلى جملة بالزمن الماضي هذه like بما أنه منتهي بالحرف e نضيف لها حرف d فقط إذن الأفعال المنتهية بحرف e نضيف لها فقط حرف d لتتحول إلى فعل ماضي المثال الأخير في هذا الموضوع they هم go هذه go بمعنى يذهب فعل مجرد to the third المسرح last week الأسبوع الماضي طبعا عندنا last week من الظروف الدالة على الماضي فتشترض علينا تصحيح الفعل إلى الزمن الماضي هذه الجملة حتى تتحول للماضي عندنا go من الأفعال اللي لا ننطيها الحرفين ed ولا ننطيها الحرف d لماذا؟ لأنها من الأفعال الشاذة irregular verbs يعني الأفعال الغير قياسية أفعال الشاذة اللي تحويلها للماضي تنقلب جذريا الكلمة من go إلى went إذا حول نلقو إلى went تحولت الجملة إلى جملة بزمن الماضي من يذهب إلى went ذهب هم ذهبوا إلى المسرح last week الأسبوع الماضي إذن قاعدة طلابنا إلى عزاء حتى تتحول الجملة للزمن الماضي عليكم فقط 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 إضافة حرف D للفعل أو ED للفعل إذا كان فعلكم غير شاذ فقط هذه حرفين تضيفوهن تحولون الجملة الاعتيادية إلى جملة بالزمن الماضي فقط هذا عملكم وتنتبهون إذا كان الفعل غير قياسي شاذ لا تغيرون شنش ذوذ اللي بيتغير حرف واحد منه حرف أو كل أتمنى استفدتم من الملاحظات اللي قدمتها أتمنى لكم كل التوفيق أي سؤال ممكن تضيفوه على قناة اليوتيوب أو تدخلون على قناة التليجرام وتتواصلون معي ضمن بوت التواصل الخاص معي شخصيا أتمنى لكم كل التوفيق طلابنا العزاء وشكرا جزيلا لكم